قصة سيدنا أيوب عليه السلام هي قصة مشهورة في الأديان السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية تروي القصة حكاية صبر وإيمان عظيمين للنبي أيوب عندما تعرض لابتلاءات شديدة ومحن في حياته وفقا للقرآن الكريم والكتاب المقدس كان سيدنا أيوب رجلا صالحا ومحبوبا لله كان غنيا ومباركا بالأسرة والمال والصحة ومع ذلك ابتل الله أيوب بمجموعة من الابتلاءات العظيمة في محاولة لاختبار إيمانه وصبره بدأت المحنة بفقدان ثروته وممتلكاته بشكل مفاجئ ثم توالت الأزمات عليه بفقدان أسرته وأولاده وأخيرا بإصابته بمرض شديد ومؤلم ومع ذلك ظل أيوب مؤمنا بأله وصابرا على محنة رافضا أن يلوم الله على ما أصابه خلال فترة محنته أتى أصحاب أيوب وعبروا عن تعاطفهم ومواساتهم له لكنهم أيضا نصحوه بأنه ربما يكون قد أخطأ شيئا ما ليصبح في هذا الموقف ولكن أيوب بقي واقفا على صدقه وبراءته ورفض أن يتوب عن دينه في النهاية رحم الله أيوب وأزال عنه محنته أعاد له ثروته وعائلته وشفاه من مرضه وكانت هذه القصة درسا للصبر والثبات في الإيمان والاعتماد على الله في وجه التحديات تعتبر قصة سيدنا أيوب مصدر إلهام للكثيرين حيث تعلمنا أن الصبر والثقة في الله يمكن أن يكون لهما تأثير إيجابي حتى في أصعب الظروف